موسيقى حياكم الله في خليج العرب لم يكن عام 2019 عاما عاديا على كل المستويات خليجيا وأيضا عربيا ودوليا وفي حين ازدحم العالم العربي بالانتفاضات الشعبية والأزمات السياسية شهد الخليج أحداثا عدة أولها وأهمها ارتدادات التوتر الأمريكي الإيراني بعد تشديد العقوبات على طهران وهذا بطبيعة الحال ينعكس على أمن الخليج والملاحة في مضيق هرمز بالإضافة إلى التدخل الإيراني في العراق واليمن ثاني الأحداث الكبرى كان الغليان الشعبي الذي شهده العراق رفضا للطبقة السياسية والذي ما زالت تفاعلاته قائمة حتى هذه اللحظة في خضم هذه الأحداث برز تطور إيجابي متمثل في بوادر حلحلة في الأزمة الخليجية عبر قنوات الاتصال التي فتحت بين الرياض والدوحة وتجلت بمشاركة الجميع في خليجي 24 وتجلت أيضا في التمثيل القطري الرفيع في قمة الرياض الخليجية والاحتفاء السعودي بالوفد القطري وهذا بطبيعة الحال يبشر بانفراجة ما في الأزمة إطلال له على أهم أحداث عام 2019 خليجيا ومحاولة استشراف العام 2020 موضوع حلقتنا اليوم في خليج العرب ونستقبل فيها الدكتور محجوب زويري مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر مرحبا بك دكتور أهلا دكتور عليك شكرا لكم وأيضا معنا الدكتور ماجد الأنصاري أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر أهلا وسهلا دكتور أهلا وسهلا قبل أن نبدأ الحوار نشاهد هذا التقرير كما أقفلت سنة 2018 على أسئلة حول تأثير العقوبات الأمريكية على إيران كذلك افتتح العام 2019 على الأسئلة عينها ترد العلاقات بين طهران وواشنطن اقترب مرات عدة من حافة الهاوية لكن البلدين حذروا الوقوع فيها كانت أولى نذر الكباش الاقتصادي حين أدرج الرئيس الأمريكي الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية بعد أيام على هذا القرار اشتدت عصى العقوبات الأمريكية فألغت واشنطن أفاءات استيراد النفط الإيراني عن الدول الثماني المستثنات منها ونتيجة لذلك انخفضت صادرات النفط الإيرانية إلى أقل من أربعمائة ألف برميل يوميا لم تنم إيران على هذا الضيم هددت بإغلاق مضيق هرموز على قاعدة لا نفط لنا إذن لا نفط لكل العالم وفي الثالث عشر من أيار جرى إعطاب أربع ناقلات نفط قبل تميناء الفجر الإماراتي كل الأصابع اتجهت نحو طهران فيما عززت أمريكا من وجودها في الخليج دون أي جدوى ففي شهر حزيران تم استهداف ناقلتين أخرين بألغام بحرية في بحر عمان تله بأيام فقط إسقاط إيران طائرة استطلاع أمريكية شخصت الأبصار نحو سيناريو حرب وشيكة فيما كانت إيران تتابع سياسة التحدي فاحتجزت في التاسع عشر من تموز ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في بحر عمان لتقايضها بناقلتها التي احتجزتها حكومة جبل طارق حلت أزمة ناقلتين في شهر آب لينشغل العالم مجددا باستهداف شركة أرامكو النفطية السعودية بطائرات درون في شهر أيلول نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية واسعة بعشر طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو اعترف الحوثيون بهذا الاستهداف لكن الرياض وواشنطن ربطته مباشرة بإيران هذا وشهد ختام العام انتفاضة شعبية اندلعت في مدن إيرانية عدة وعرفت بانتفاضة البنزين لكن سرعان ما أسكتها رصاص النظام واتهامات التآمر إلى العراق المجاور حيث شكلت انتفاضته مؤامرة بالنسبة لطهران هناك لم تعرف أرض الرافدين راحة منذ بداية العام كانت الأنظار تنشد إلى التدخل الإيراني ومعضلة الحجد الشعبي كمخلوق هجين يقوض نظرية حياد بغداد في مسألة الصراع بين واشنطن وطهران نعم الآن بعد مرور سنة وصلنا إلى ساعة حقيقة وصلنا إلى نقطة قد تكون نقطة نهاية لهذه الحكومة لكي تستبدل بغيرها هذا وقف للعام على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وعلى شارع يريد تغييرا حقيقيا تضمنه انتخابات نيابية مبكرة لوقف الفساد والترد الاقتصادي وحدها العلاقات الخليجية كانت تسجل تقدما في منطقة الخليج بخطى واثقة وعلى نار هادئة ومن باب كرة القدم شاركة السعودية والإمارات والبحرين في خليج 24 في قطر بسم الله الرحمن الرحيم وعلى درقة الله أعلم يفتتاح دورة الخليج 24 وباسم كل قطر نرحب بالجميع في دوحات الجميع تلى ذلك مشاركة الدوحة في قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الرياض حيث استقبل العاهل السعودي رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وكان هذا أرفع تمثيل لقطر في القمة منذ عام 2017 تمثيل كسر الجمود وفتح الباب مجددا أمام حصول تقدم حقيقي في ملف المصالحة الخليجية أبدأ معاك دكتور محجوب كيف تقيم وضع إيران الصراع الإيراني الأمريكي التوتر الإيراني الخليجي خلال عام 2019 مع الوضع في الحسبان ما حصل من استهداف للناقلات وإسقاط الطائرة الأمريكية واستهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية وأخيرا استهداف ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر في ضوء كل هذا كيف تقيم وضع الإيراني في المنطقة؟ لا شك بأن العام 2019 شهد ضغوط كثيرة على إيران ربما ليست هي الضغوط الجديدة العوام السابقة كان فيها ضغوط الفرق الوحيد بين الضغوط عام 2019 أنها جاءت متسارعة ومتتالية في فترة زمنية قصيرة من إدارة متشددة جدا نحو إيران هذا الأمر لم يحصل إذا نظرت إلى فترات سابقة حزم العقوبات على إيران أخذت خمس ست سنوات الآن حزم العقوبات التي فرضت على إيران خلال إدارة ترامب كلها بضع شهور وكانت هذه شديدة جدا البعد الثاني فيما يتعلق في ضغوط التي توجهها إيران أنها كانت مركزة مركزة على قطاعات بعينها مركزة على مؤسسات بعينها كما أنها في نفس الوقت أنهت أمل إيران في أن يكون الاتفاق النووي الإيراني قادرا على حل مشاكل إيران الاقتصادية وهذه قضية أساسية إيران كانت تراهنة أن الاتفاق النووي قد يكون حلا لمعذرتها الاقتصادية عام 2019 جاء ليقول أنه لا أمل أن يكون هذا الاتفاق حلا لمشكلتها الاقتصادية جيد هذا الضغط الإيراني الذي تعاني منه اليوم هل سيدفعها لإيجاد حلول ولتصفية خصوماتها وللجلوس على طاولة المفاوضات على سبيل المثال لو أخذنا مثال الوضع الإيراني في اليمن في نوفمبر الماضي كان في حوار أو كشف عن حوار سعودي حوثي هل هذا يعني بأن إيران أدركت جيدا أنها وصلت إلى أعلى سقف من التصعيد وبالتالي الآن تلجأ إلى المفاوضات أم أنه يعبر عن موقف التحالف السعودي الإماراتي في اليمن بأنه يشعر بأنه في مأزق وبالتالي مضطر أن يجلس للتفاوض مع الحوثيين يعني أنا أعتقد أننا لا بد أن نوازم بين مسألتين الأولى هي كيف يؤثر الضغط الداخلي والخارجي على إيران في تعاملها مع قضايا المنطقة ومن ناحية الأخرى كيف تغير الموقف السعودي خلال الأشهر القليلة الماضية أنا أعتقد أن في معظم ملفات المنطقة السعودية الآن تسعى لإغلاق هذه الملفات بشكل أو بآخر بغض نظر عن نجاح هذه المحاولات في إغلاق هذه الملفات ولكن في موضوع اليمن وجدنا استعداد للمفاوضات مع الحوثيين في قطر وجدنا استعداد لبداية الكلام مع قطر تجاه حل الأزمة من الناحية الأخرى كلما زاد الضغط على الإيرانيين في الداخل والضغط بسبب العقوبات هذا سيشجعهم على أن يقوم بمغامرات خارجية تشرعن النظام مرة أخرى أو تزيد من شرعن النظام ولكن كذلك هي تصرف النظر عن أزمات إيران داخلية وتربطها بسراعاتها الخارجية بشكل أكبر وهذا ما يريده الإيرانيين لذلك نعتقد في المرحلة القادمة هناك منحنيين غير متطابقين إيران من ناحيتها ستسعى إلى زيادة وثيرة عملها في بعض الملفات في المنطقة وأعمالها بين قوسين العدائية أولا بسبب قرب الانتخابات واعتقاد الإيرانيين جازمين بأنهم بإمكانهم التأثير عن انتجة الانتخابات بسبب قدرتهم السابقة على التأثير عن انتجة الانتخابات كارتر في بدايات ثورة الإيرانية تقصد قرب الانتخابات الأمريكية ولكن من الناحية الأخرى هناك أيضا تراجع سعودي وتراجع أمريكي من العداء المباشر مع إيران فديناميكية هذه المنحنيين مع بعض سيكون لهما أثر على طريقة تفاعل إيران في المنطقة ولكن نعتقد أن الإيرانيين لديهم خطوط حمراء واضحة فيما يتعلق بإزعاج الولايات المتحدة الأمريكية أن لا يصل هذا إلى مستوى ممكن أن يضطر واشنطن إلى اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران طيب تراجع الدكتور قال هناك قد يكون هناك تراجع هل بالإمكان أن يكون هناك تراجع في حالة العداء خصوصا أننا سمعنا خلال العام عن مبادرة تقوم بها باكستان عبر رئيس وزرائها عمران خان وأيضا هناك حديث عن دور لليابان كوسيط للتفاوض بين الإيرانيين والأمريكان وهناك كلام عن أيضا دور عماني هل سنشهد على الأقل مبادرات قد تخرق حالة التوتر ما بين إيران وأمريكا في الأيام القادمة أنا لا أعتقد بأنه نحن دخلنا السنة الانتخابية الآن نحن في ديسمبر 2019 والسنة الانتخابية بدأت حتى نوفمبر 2020 وبالتالي الإدارة الأمريكية ستكون مركز اهتمامها الأساسي هو الانتخابات وذلك حتى في الفترة ربما الأيام القيرة الماضية على أكثر من أسبوع لم يكن فيه أي تصريع عن إيران بأي شكل من الأشكال هذا يقودنا إلى أنه جميع الجهود دبلوماسية سواء كان ذلك محاولة رئيس الوزراء الباكستاني ورئيس الوزراء الياباني أبي وحتى المحاولات العمانية تصددم بثلاث معوقات أساسية الحقيقة المعوق الأول هو أن النظام الإيراني لا يريد حلا سياسيا سريعا للأزمة النظام الإيراني يحاول أن يشتري الوقت ليكسب وليحاول فرض قواعد على حقائق على الأرض الأمر الثاني هو أن الولايات المتحدة وإدارة ترامب تحديدا غير مستعدة إلى رفع أي من العقوبات التي فرضتها على إيران وهي الخطوط الحمراء بالنسبة لإيران للتفاوض مع الولايات المتحدة الرئيس الروحاني قال إنهي العقوبات الآن سأقابل للرئيس الأملكي بعد ساعة قالها في تصريح علىنا الأمر الثالث باعتقادي والحاسم هو أنه ليس هناك دور للعبين الآخرين الأوروبيون في ورطاتهم الكثيرة الحقيقة الروس والصينيين يكاد يكون دورهم أيضا ينحسر بشكل تدريجي في الملف لرغبتهم في مشاهدة الولايات المتحدة تغرق في هذا المستنقع أكثر وأكثر وإعطاءهم مزيد من القوة خاصة للروس الروس يرون بأن هذا المستنقع فيه الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمنطقة وإيران تحديدا يخدم المصالح الروسية فلا مصطحة روسية لإخراج الولايات المتحدة من هذا المستنقع حتى يظهر نتيجة الانتخابات دكتور لفت نظري من كلامك أن إيران تعتمد سياسة النفس الطويل في التفاوض صحيح هل ما زالت تعتمد على هذه يعني هذه السراتيجية في الأوضاع الطبيعية لكن في ظل العقوبات هل فعلا ما زالت تراهن على الوقت الوقت ليس في صالحها إيران يعني لسان الحال إيرانيين تعامل مع العقوبات أربعين سنة وتمكنهم من تجاوز هذه العقوبات وحتى هم الآن بالمناسبة نفطهم في العام 2019 لم يختفي من السوق أربعمائة ألف برميل من النفط الإيراني في السوق يوميا 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 وبالتالي أنت تتحدث عن نسبة حوالي 28% مما كانت تصدر إيران من نفطة لا زال موجودا بالسوق وبالتالي لم تنجح خطة ترامب في أن يكون في تصدير النفط الإيراني صفر كما كان يتحدث عنه وبالتالي المراهنة على الوقت دائما ستكون استراتيجية إيران إذا ما عرفنا أنه عندها في فبراير انتخابات برلمانية مهمة أيضا في إيران تحدث لمشهد السياسي طيب أنا في هذه الحلقة لا أستطيع أن أراهن على الوقت لأنه عندي ثلاث محاول رئيسية من أحداث الخليج وما زلنا في المحور الأول إيران ثم عندنا محور العراق ثم الأزمة الخليجية السؤال الأخير في محور إيران دكتور لفت انتباهي أيضا أنك أشرت إلى إذا احتمالية أن يكون هناك موقف عسكري أو تدخل عسكري أمريكي في إيران أذكر كان لنا لقاء سابق معاك كنت تستبعد هذا الاحتمال هل ما زلت تستبعد أم ترى أن احتمال أن تكون هناك عمليات عسكرية ضد إيران وارد في العام القادم حقيقة ما زال مستبعد بشكل كبير جدا خاصة الآن كما قال الدكتور محجوب في ظل السنة الانتخابية الشيء الوحيد الذي سيحدث ردة فعل عسكرية أمريكية هو استهداف مباشر لجنود أمريكيين أو استهداف مباشر لمصالح أمريكية مباشرة من إيران مباشرة نعم من قبل إيران وليس من أدرعها في المنطقة بالضبط وبالتالي وهذا الاحتمال بعيد لأن الإيرانيين واضح أنهم يصلون إلى حدود هذا الخط ويعودون بعد كل استفزاز مستفزازاتهم خلال السنة أو السنتين الأخيرتين وبالتالي ما زال حقيقة احتمال أن يكون هناك أي حراك عسكري أمريكي في المنطقة مستبعد وواضح الآن أن واشنطن هي في اتجاه إنهاء أي تصعيد مع إيران من هنا حتى الانتخابات على الأقل وحتى بعد الانتخابات حقيقة أنا لا أستشرف أن يكون لدي إدارة ترامب في الدورة الثانية لو فاز ترامب بانتخابات الرئاسية أن يكون لديها نفس الموقف العدائي من إيران هناك تراجع في هذا الملف ومحاولة تحويل هذا الملف إلى ملف صوتي هل ممكن تنجح إيران في التفاف على العقوبات؟ يصعب جدا حقيقة إلا إذا كان هناك قرار أمريكي برفع هذه العقوبات لأنه كما قال الدكتور محجوب ليس هناك طرف آخر في اللعبة أصلا بإمكان إيران فقط وهي الآن تحاول أن تفعل هذا جاهدا في أنها تحاول أن توجد أطراف آخرين يكسرون هذه العقوبات ولكن حقيقة طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية مصرعة على وجود هذه العقوبات لا يمكن تصور أن يكون الالتفاف عليها سهلا من قبل الإيران أنتقل إلى المحور الآخر وضع العراق وكلنا نتابع أوضاع العراق وأيضا كلنا يعرف حجم النفوذ الإيراني في العراق سواء على شكل ميليشيات عسكرية أو حتى التدخل في اختيار رئيس الوزراء اليوم الانتفاضة العراقية إن صحت تسمية هل نستطيع أن نقول بأن الآن بات الشارع الإيراني سواء كان السني أو الشيعي خصما لطهران مباشرة كل المؤشرات خلال شهرين الماضية تتحدث عن حدود قراهية كبيرة داخل المجتمع العراقي لسياسات الإيرانية في العراق هذا كان واضح شهدناه في المدن حتى ذات الأغالبية الشيعية كالبصرة والنجف وكربلاء وغيرها يعني أن تهاجم القنصلية الإيرانية في النجف مرتين وتدمر وتحرق هذا المناظر كنا نشهدها في طهران يقوم بها الإيرانيون قاموا فيها ضد السفارة السعودية والقنصلية السعودية في مشهد وضد السفارة الأمريكية من قبل لكن أن ترى هذا المشهد ضد السفارة القنصلية الإيرانية هذا معناه كبير الحقيقة في سياق السياسة الإيرانية خلال 40 سنة الماضية هناك مشاعر خصومة وعدائية كبيرة تنمو في المجتمع العراقي لأن النخبة السياسية الموجودة في العراق الآن هي النخبة السياسية في الجيب الإيراني الأخطر في ذلك أن إيران منذ عام 2003 قامت بثلاث سياسات دمرت بلينة المجتمع العراقي السياسة الأولى كانت الاستفادة من القانون من الأمم المتحدة في تعزيز الطائفية بحيث تعزز دور الشيعة بشكل كبير في الخليطة السياسية العراقية وتحديدا الشيعة الموالين لإيران الأمر الثاني إيجاد من الشيعة العسكرية هذه لم يكن تعرف الثقافة السياسية العراقية على الإطلاق وإيجاد هذه الإنشيات بنمط الحرس الثوري الحشد الشعبي الآن هو عبارة محاولة استنساخ لمؤسسة عسكرية موازية للحرس الثوري في إيران والكل كان يراهن على أنه لو لا حصول ما حصل أن يكون هناك مؤسسة عسكرية لديها قوة جوية وقوة دفاعية كبيرة توازي قوات المسلحة والأمر الثالث اعتقادي مستوى الفساد الذي راعته إيران الفساد السياسي والمالي الذي أضعف الدولة وبالتالي هذه القضايا الثلاث زادت من مشاعر الكراهية وأعتقد أن خروج العراقيين في الشارع يكاد يكون بداية تغيير في النمط السياسي لكن هذا لا يكون سريع بالضرورة المرشد الإيراني وصف الحراك في العراق بأنه مؤامرة أمريكية سعودية إسرائيلية هل يمكن لإيران أن تتخذ منحة مختلفة وسياسة مختلفة في التدخل في العراق أم أنها ستتبع سياسة الهروب إلى الأمام والتمسك والمكاظرة نعم هو واضح أن الإيرانيين في العراق مكتسباتهم لا يمكن تنازل عنها بسهولة ولكن ليس هناك قدرة في تقديري لدى النظام الإيراني في أن يقوم بحالة شبيهة بمقام به بسوريا بمعنى أن ينزل هو بقواته ويقوم بالدفاع عن النظام بشكل مستميت ويستنزف قدراته المالية والسياسية في إطار حرب أخرى في العراق لذلك نعتقد أن هناك تراجع عن كثيرة حصل في العراق ثم يتعلق الموقف الإيراني دعم أو الضغط على الكتل السياسية حتى تقدم تنازلات المتظاهرين استقالة الحكومة كل ذلك يأتي في إطار محاولة الإيرانيين احتواء الوضع في العراق ولبنان طبعا وقانون الانتخابات جديدة وحتى الأشخاص المحسوبين على إيران في العراق وتسمع تصريحاتهم وتناولهم هناك تراجع بعض الخطوات حتى يكون نوع من الاحتواء للتظاهر ونعتقد حقيقة بأن الخطاب الذي كان يبني عليه الإيرانيون كثيرا ربما حتى تناقشنا مع الدكتور محسوب وكان له نفس أو هو الذي ذكر هذه الفكرة سابقة في النهاية الإيرانيين خسروا التفوق الأخلاقي الذي كانوا يقدمون أنفسهم من خلاله بأنهم يقاومون القوة الإمبريالية وقوة الطغيان العالمي وأن هذه كلها مؤامرات إسرائيلية ومؤامرات أمريكية وأن إيران تدافع عن المظلومين في العالم هي خسرت هذه الخطاب وهذه السردية خسرتها بشكل كبير جدا بعد سوريا تحديدا فبالتالي محاولة عادة إنتاجها في العراق أو غيرها سيكون فاشلا داخل العراق وحتى على مستوى المستوى طيب دكتور في دقيقة حتى أنتقل للمحور الآخر اليوم هل يمكن لطهران أن تعتمد نفس السيناريو السوري دكتور ماجد استبعد هذا الشيء أن يكون بنفس الطريقة ما رأيك أنت؟ أنا أعتقد أن إيران ستقبل بتغييرات تجميلية في النظام السياسي لا تخسرها نفوذها بالمطلق لكن قد تحد منه هذا ما ستعمل عليه بالنظر إلى جملة الضغوط يعني ممكن تضحي إيران؟ قد تضحي ببعض الأوراق للمحافظة على الزخم أو رصيدها لمقتسبات الآخر لأنه لا تستطيع أن تقف عمام هذه الموجة من التغيير في العراق أنتقل إلى المحور الثالث والأخير العلاقات الخليجية الخليجية دكتور ماجد ما الذي طرأ على أرض الواقع حتى يعيد فتح ملف المصالحة مرة أخرى؟ هل هناك معطيات على الأرض الواقع تغيرت؟ في موازين القوى مثلا في الظروف الإقليمية في ضغط خارجي؟ ما الذي حدث؟ هو أنا أعتقد أن أولا هذا هو طبعا هو سؤال المليون دولار بمعنى أنه ليس هناك إجابة واضحة عليه ولكن في إطار السرد التحليلي أنا أعتقد أن هناك تغير في الموقف السعودي عموما تجاه طريقة التعاون مع الملفات الأقليمية وهذا التغير أنا في رأيتي أو ينبع من مصدرين رئيسيين الأول هو الحاجة لإعادة إنتاج النظام كصورة علاقات عامة الرياض كانت تطمح في أن يتطرح صورة محمد بن سلمان باعتباره مجددا وباعتباره مصلحا وشخص بإمكانه أن يتماهى مع التطور الغربي القيمي هذا الأمر طبعا ضرب بشكل كبير جدا بعد استمرار حرب اليمن ومقتل خاشرزي رحمه الله وغير ذلك من الأحداث الآن محاولة إعادة إنتاج النظام تحتاج أولا إلى أن الصورة الذهنية هذه حول نظام طائش في المنطقة تتغير ويتم ذلك أولا من خلال التراجع عن بعض الملفات الأقليمية والظهور على أن النظام أصبح أنضج وقادر على أن يتعامل مع الملفات الأقليمية بشكل سياسي الأمر الثاني هو الانتخابات الأمريكية هنا قلق سعودي حقيقي من وصول ديمقراطي إلى البيت الأبيض ليس لأن ترامب قدم خدمات كبيرة للسعودية في الفترة الأخيرة لأننا نعرف أن ترامب تراجع في الموضوع الإيراني وأصاب سعودين بالإحباط ولكن لأن قدوم رئيس ديمقراطي أيا كان سواء كان بايدن أو وورين أو غيره سيعني أنه سيكون هناك روح انتقامية تجاه الرياض باعتبار أن الرياض أحد حلفاء ترامب وأحد الدول المستهدفة بالتحقيقات حول الفساد والتعامل مع الإدارة الأمريكية بشكل غير شرعي وكذلك في أن أي رئيس ديمقراطي عموما في تاريخ الأمريكي الحديث كان موقفه من الرياض أقل إيجابية من الرئيسات الجمهوريين على أقل تقدير وبإمكانه أن يعيد فتح باب الاتفاق مع طهران وإعادة المفاوضات مع طهران وكل ذلك سيضرب الرياض لذلك هي خطوة استباقية من طرف الرياض حتى تصفر مشاكلها في المنطقة أو على أقل تخفف من حددها قبل أن يكون هناك تغيير باختصار دكتور هل هناك ضغط أمريكي على السعودي لا أعتقد في هذه المرة هناك ضغط أمريكي بقدر ما هناك تخوف من تغيير الوضع دكتور محجوب الشروط الثلاثة عشر التي أعلن عنها في بداية الأزمة الخليجية يبدو أنها سقطت فلم يظهر أي تمسك سعودي حاليا فيها وكذلك أعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن وزير الخارجية القطري بأنها أصبحت من الماضي وسقطت إذن على ماذا يكون الحوار إذا كانت هذه هي جوهر الخلاف أنا أعتقد الحوار هو على شكل علاقة قادمة وليس على ما مضى أنا أعتقد بأن الأطراف خاصة الطرف القطري بشكل أساسي ما جرى جرى وهناك اعتقاد يكاد يكون يقينا أن رغم قسوة ما حصل فكانت تجربة مهمة خرجنا منها بتفوق لكن المهم شكل العلاقة في المستقبل أنا أعتقد هذا هو الهاجس الأساسي الذي تحرص قطر على استفادة منه هذه اللحظة التاريخية بالذات تريد تشكيل هذه العلاقة وفي قواعد معينة حتى لا يتكرر ما حدث دعني أضيف هنا قضية أساسية الضغوط الأمريكية أنا أجزم بأنه قديما كانت موجودة على السعودية لحرحة الموقف مع قطر الفرق الآن هو أن السعودية ظهرت انكشفت كشفت بمعنى آخر لا دعم أمريكي الإدارة الأمريكية مشغولة بنفسها وبالتالي عليها كما يقال أن تخلع شوكة بنفسها وبالتالي قررت أن تذهب نحو الحوار مع الدوحة على شكل العلاقة المستقبلية طيب أنا عندي ديكتين دكتور ماجد هل نشهد مصالحة أحادية بين قطر والسعودية أم أنها ستكون مصالحة جماعية من كل أطراف بمعنى القطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر نقطتين فقط سريعا الأولى قطر أظن المسألة بالنسبة لها واضحة أنها معنية أساسا بعلاقتها مع السعودية بعلاقتها مع بقية أطراف ليست ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لها حتى مصر؟ بالذات مصر أنا أعتقد ليست مصر ذات أهمية بالنسبة لكطر لا جغرافيا ولا اقتصاديا ولا سياسيا العلاقة مع السعودية تحكمها أولا الجيرة وحجم الحجم الاستراتيجي للسعودية وقدرة السعودية في الحقيقة على تغيير الواقع في المشهد في الجزيرة العربية على الأقل بشكل لا يتحقق لأي طرف آخر من أطراف الحصار المسألة الثانية في تقديري هي أن هناك اعتقاد واضح بأن من يقود المشهد في هذه المعادلة هو السعودية بمعنى بغض النظر عن كل ما يقال أن الإمارات تخطط وكذا إذا قررت اليوم السعودية إنهاء حالة العداء مع قطر لا يمكن للإمارات والبحرين ومصر أن تبقي على حالة الحصار ضد قطر بأي شكل كان هذا الحصار ليس قائما إذا قررت السعودية أن يزلوا بالتالي فإصلاح العلاقة مع السعودية والوصول إلى الاتفاق كما قال الدكتور محجوب حول طريقة التعامل مع السعودية في المرحلة القادمة هو الأمر الوحيد الذي تحتاج القطر لإنهاء في نص دقيقة دكتور هل توقعاتك أن عام 2020 سيشهد المصالحة أم لا؟ أنا أعتقد بأنه نحن أمام عام من عدم اليقين حول كثير من التغيرات ومنها مسألة الأزمة الخارجية أنا أعتقد بأن الأطراف لازالت تحتاج إلى كثير من الأدلة للثقة في الطرف الآخر خاصة فيما يتعلق أزمة الخارج أنا أعتقد بأن قطر تحتاج إلى أدلة من أطراف الأخرى حتى يثق فيهم بشكل كبير وبالتالي أنا أعتقد عام 2019 عام 2020 هو عام عدم اليقين ومنها في أزمة الخارج وصلنا إلى نهاية الحلقة دكتور محجوب زويري رئيس أو مدير مركز دراسات الخارج في جامعة قطر شكرا لمشاركة معنا وأيضا دكتور ماجد الأنصاري أستاذ الاجتماع السياسي في جامعة قطر شكرا وشكرا موصولا لكم أنتم أيضا على حسن المتابعة أنا سعد دوما باستقبال مقترحاتكم وتعليقاتكم على صفحات التواصل الاجتماعي للتلفزيون العربي نلقاكم من أسبوع المقبل بحول الله دمتم في رعاية الله وكل عام وأنتم بخير اشتركوا في القناة